بدأ الإخوان يعترفونا بأخطائهم في محاولة لاجتزاب قوى شبابية محسوبة على صورة 25 يناير تعالوا نشوف بقى اللهجة التانية ده تصرحات على ألسنتهم لكن على الحملات الإلكترونية احنا شفنا مبارح بعض المشاهد اللي فيها محاولة لتخويف الناس ومحاولة للدعوة لإسقاط الدولة يوم 25 يناير ولم تعد لديهم القوة لإسقاط نملة ما عندهمش قوة لإسقاط نملة وهم يدعونا الآن لإسقاط الدولة تعالوا نشوف الإخوان في الفيديوهات المنتشرة اللي بتدعو الناس انزلوا شارك صح في محاولة أيضا لإسقاط الدولة وحنجيب لكم بعد كده التهديدات التوجه لضباط الشرطة بأسماءهم وعنوينهم موسيقى 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 اتغير مفيش ربعة مفيش يسقط حكم العسكر هو له الشعار اللي عاوزين يستخدموه لتوحيد القوة طيب خلي حد كده ينزل يقوله يسقط حكم العسكر في أي حي في أي شارع شوف من الذي يتصدى لهم الإرادة الشعبية الناس الأهالي هم يعتقدون ان الشعار يسقط حكم العسكر يحظى بشعبية هم يعتقدون ان بعض القوى السياسية المحسوبة للأسف الشديد بين قصين تاني على ثورة 36 اللي بدأت تتنصل منها عندها قاعدة شعبية او عندها جمهير ما عندهمش اذا كان الإخوان بثقالهم والإخوان بالتمانين سنة تاريخهم لم يعود لديهم قوة شعبية او قاعدة شعبية او هيكل تنظيم شايفين الشعار بقى ايه يسقط يسقط حكم العسكر ما بقاش فيه ربعة ولا بقى فيه عودة شرعية لانهم يعلمون جيدا انه الإخوان فشلوا وانه ما فيش حد حيلبي طلباتهم لو قالوا هذا اليوم لإعادة محمد مرسي او هذا اليوم لإعادة الإخوان او لإعادة الشرعية فبدأوا يستخدموا شعار يسقط يسقط حكم العسكر تعالوا نشوف كمان الصفحات بقى وده موجودة على صفحات الإخوان الإلكترونية بس احنا بنجيبه لكم ليه عشان نكشفهم ونفضح عجزهم فالبعض ممكن يقول طيب ما انت بتروجه لهم هو اصلا انت متخيل ان فيديو زي ده يعني حيحشد الناس يعني حينشر الناس الناس ستحتشد لحماية صورة 36 اللي يستطيع انه يعمل 20 مليون زي ما حدث في الاستفتاء او 30 مليون كما حدث في صورة 36 يتفضل لكن الإخوان يعجزون عن حجد حتى مظهرة فيها 5000 او 6000 تعالوا نشوف الصفحات اللي فيها تهديدات واضحة لضباط الشرطة بتليفوناتهم بعنوينهم زي ما انتوا شايفين احنا طبعا شلنا التليفونات لكن عشان تشوفوا ازاي هو ده بالضبط يعني هنا ده جريمة يعاقب عليها القانون انك تهدد الناس وانك تنشر هذه التهديدات بالاسماء والعنوين في صفحات تانية كثيرة ومتعددة نشوفها انا شايف فيه صفحات مختلفة كل دي الصفحات مكتوب فيها طبعا بيقولك ده كلب من كلاب الداخلية شايفين الادب ده كلب من كلاب الداخلية المسؤولة عن فض المسيرات في بانسويف وهو اللي عبد على فاطمة عزة الطالبة الازهرية واسمه كذا وده والده اسمه كذا وساكن فيه شارع كذا يعني محددين اللي أبض على فلانة يعني طبعا استخدام هذه اللهجة يعني هنا فيه محاولة للاعتراف بالاخطاء على ألسنة جماعة الإخوان وعندي صفحات كثيرة متعددة نشوفها تاني الصفحات فيه صفحات متعددة كلها فيها احنا شلنا العنوين والتليفونات لكن فيها ما يتعلق بضباط الشرطة عشان تشوفوا العقلية اليائسة المنحدرة والمنحطة في المقابل اليوم وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد لعنو قوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي قام بزيارة لوزير الداخلية ولجهاز الشرطة في أكاديمية الشرطة لدعمه للاحتفال بعيدوا الشرطة اختلفت يعني بعض ضباط الشرطة بالأمس كانوا بيفكروا بيقولوا احنا هنعمل مسيرة لميدان التحرير هل دا يمكن أن يصير اعتراض الناس هل الناس هتتدايق أعتقد الناس مش هتتدايق مش هتنزعج الشرطة الآن كانت ايه مشكلتنا مع الشرطة أنها كانت في خدمة النظام لم تكن في خدمة الشعب كان ايه مشكلتنا مع الشرطة أنها كانت تلجأ لوسائل القمع والتعذيب خدمة للنظام لكن الشرطة الآن سقط الحاجز النفسي واللي تورد في ده قيادات أمنية مش الضباط يعني الذي يضع السياسات الأمنية هم القيادات الأمنية اللي أعتقد أنه الشرطة الآن ضدهم